اهلا بحضراتكم من جديد والاستم كاملين النهار جديد ازاي ممكن يبقى سطح فوق بيت صغير بشوية سماد ومية ممكن يتغير مش يتغير بس ده ممكن يبقى جنة ده اللي بنتكلم عنه النهار ده ازاي ممكن تزرع طعامك واكلك واكل الجيران كله يبقى فوق سطح البيت وفي المنزل وقدر ان انا اعمل اكتفاق ذاتي واعمل منه مشروعات صغيرة كل ده هنتكلم عنه النهار ده واكتر لانه النهار ده الهدف العام مش بس الماصر نعم العالم كله هو الحفاظ على البيئة ازاي ممكن نحافظ على البيئة من خلال الاكل الارجانيك ومن الزراعة الارجانيك اللي بتكون فيه اطار المساحات الصغيرة زي السطح زي البلكونة المشروعات الصغيرة اللي ممكن تقوم على المساحة دي ممكن تكون ايه كمان الزراعة نفسها كده هتبقى مختلفة وفيها تكنيك مختلف هنعرف تفاصيل اكتر مع ضيفي العزيم شرفني منواني في الاستوديو المهندس الزراعي انس الجنيدي خبير زراعة اسطح اهلا بيك انس منواني وشرف اهلا وسهلا بحضرتك برحب بحضرتك وكل السادة المشاهدين اشكرك الحياة انو الموضوع يعني في حد ذاته موضوع مهم جدا في الوقت ده بشكل خاص صحيح اكيد احتياجنا ليه كبير لكن خلينا لأول بداية كده نتكلم عن مبادرتك مبادرة زراعة الاسطح كلمنا عنها بقالها قد ايه والفكرة جات لك من ايه في البداية احنا عملنا مبادرة الكلام ده من ثلاث سنين بالتحديد ثلاثة خمسة عشرين عشرين كان في الوقت ده كانت تاريخ بالزبط اه بالزبط كورونا نائم كورونا كورونا بالزبط كده كنا ساعتها في وقت كورونا وكان كل الناس قاعدة في البيت كنا بنتدور او الناس كلها كانت بتدور بتدور على حاجة عاوزة تطور نفسها في المجال الزراعي عن طريق الانلاين بتدور على محادرات وخصوصها مجانية عشان طبع الوضع الاقتصادي في الوقت ده ما كانتش ما كناش باللاقي فابتديت وبدرت انا ومجموعة من الاصدقاء السادة المهندسين الزراعيين ابتدينا وعملنا مبادرة اسمها بلاستيدا والمبادرة دي هدفها رقم واحد انها بتقدم الدعم الفني لكل المزرعين مجانا بتقدم الدعم الفني لكل المزرعين مجانا بتكتب المقالات اليومية في الصورة بسيطة مبسطة لكل الناس تفهمها المزرعين تفهمها الطلاب تفهمها المهندسين الزراعين تفهمها الموضوع ابتدي يكبر معنا ولاقينا رواج عليه فيه رد فعل حلم رد فعل كويس جدا ابتدي تابعنا 80 ألف واحد لحد الوقت عن طريق صفحتنا على الفيسبوك ب88 ألف واحد دربنا في خلال التلات سنين تلاتين ألف طالب الله عزيزي ومؤخرا عملين إيفنت اسمه الأسبوع الأخضر فيه عشرين محاضرة العشرين محاضرة دول طبعا احنا بنقدم كل حاجة مجانية العشرين محاضرة في كل تخصصات المجال الزراعي وتخصصات مفيدة جدا للحياة يعني مثلا زي تربية النعام زراعة الأسطح الزراعة المائية وهكذا مؤخرا عملنا من سنة بالزبط عملنا اشتقينا من المبادرة دي وبتدينا وخصوصا عشان التغيرات المناخية بتدينا نعمل حاجة بالزراعة وخصوصا الزراعة المنزلية ابتدينا بزراعة الأسطح وسمينا المبادرة مبادرة إزرع سطح بيتك زراعة الأسطح والبلكونة تخيل أن أنت تزرع سطح بيتك حاجة فوق الجمال ابتدينا على نفسنا وجربنا عندنا الموضوع نجح معنا وبطرق مبتكرة عملناها وان شاء الله أنا أذكرها مع حضرتك يعني بطرق مبتكرة ابتدينا نوصل لأفضل حاجة في زراعة الأسطح بتديك أفضل إنتاجية بقل تكلفة هاي جميل جدا وهارف منك إزاي أحول سطح كان مليان كراكيب وبواقي قديمة موجودة في المنازل وفي البيوت لسطح جنة يعني زي ما بيقولوا كده في كل ما لزة وطاب أكل يتاكل حاجات زينة طبية يعني الفكرة هيلة طبعا لكن إزاي تتحقق الموضوع إحنا لما بتدينا على نفسنا لقينا الموضوع كالقاتي أول حاجة مشكلتين كانوا بيجهونة المشكلة الأولى وهي الأحمال يعني هل الطربة لما تبقى حملها هيسبب مشكلة للسطح عملنا دراسات على مدار السنة بالضبط مع مهندسين مدنيين وقدرنا نتوصل لطربة خفيفة جدا وفي نفس الوقت غنية بالعناصر الغزائية اللي بيحتاجها النبات فدي أول مشكلة حلناها تاني مشكلة وهي مشكلة الميا فابتدينا نحط نظم راي بالطنقيد فبالتالي ما بتهضرش ميا السطح ما بتقصرش وحطينا شبكات عزلة على السطح فبالتالي حلنا المشكلتين الأساسيين اللي بيوجهونا من الزراعة الأسطح فبالتالي ما فيش مشكلة دلوقتي انك تزرح سطح بيتك ما عندكش حاجة أي حد ممكن يخافي ولك تصدع الحيطان تعمل تأثير على المباني في مشكلة الموضوع ده تحل مع التربة الخفيفة ومع شبكات الميا والصرف اللي انتو بالضبط كده هاي الفكرة التانية هي الزراعة المائية الزراعة المائية والزراعة الهوائية ازاي؟ طيب خلينا نعرف الزراعة المائية اللي هي الهيدروبونيك اللي احنا بنسمع أنها دايما الهيدروبونيك احنا ا reun nuestra التربة الزراعة دي او الشلنا التربة اللي هي موجودة وابتدينا نعوذها بالميا عن طريق ان احنا بنوفر في الميا كل العناصر والغذائية اللي بيحتاجها النبات النبات بيحتاج 16 أنصر وال16 أنصر موجودين في الميا فبالتالي دي الزراعة المائية بتكون في نظام مغلق وفي دايرة مغلقة ولكن يعني لازم بتحتاج المتخصصين يعني لازم درجة بيئة شمعينة ودرجة أملاح معينة في المياه فبتحتاج أكتر متخصصين الزراعة المائية وبالنسبة بالزراعة الهوائية الزراعة الهوائية وهي نفس فكرة الزراعة المائية بس ما بقاش موجودة المياه بكميات أكبر بتكون النبات مزروع وبيكون في رشاشات بتعمل بيئة ضبابية تحت النبات والبيئة الضبابية دي أو الرشاشات دي بتكون برضو غنية بالعناصر الغزائية دي الزراعة المائية والهوائية والزراعة التقليدية بتاعتنا اللي انتو اخترتوا فيها التربة الخفيفة دي اللي احنا بنزرع بها الزراعة التقليدية وبرضو متاح ان احنا نعمل الزراعة المائية برضو طيب السطح البيت دا هل بنحتاج مساحة معينة؟ يعني عشان ازرع فيها هل لازم مساحة معينة مش قل من كذا ومش اكتر من كذا على اي مساحة يعني انت مثلا لو عندك 20 متر تقدر تزرع عليهم عندك 50 متر عندك 100 متر عندك 200 متر تقدر تعمل مشروع استثماري عادي مفيش فيه ادنى مشكلة احنا فيه صور بدأت تتعرض معنا ده سطح منزل اه يا جماعة ده سطح منزل متنفذ اه اه هيا يعني تخيل لو السطح ده بقى فيك ركيب ازاي ازاي مساحة زي الناس ممكن تهدرها وممكن يبقى فيها الجمال اللي احنا شايفينه ده ده السطح تاني اه بالزبط كده اه اه بقى لها اسطح نفذناها يعني دي شبكة رايب التنقيد محطوطة والطبقة العزلة ودي القصص فيها الطربة الزراعية الخفيفة يعني فيه حاجات في براميل بتحتاج براميل اللي هي الشجر يعني خلينا بس نقول احنا انت تقدر تزرع ايه فوق سطح بيتك طيب انت تقدر تزرع رقم واحد كل انواع الخضر طماطم خيار بسلة كل انواع الفلفل الوان كل انواع الخيار كل انواع الخضر بشكل عام نباتات طبية عطرية طبعا كل نباتات الزينة والزهور والورد وهكذا تقدر تزرع اشجار الفكهة كلها الموالح زي برتقال وليمون ويوسفي تقدر تزرع عنب النوال حجرية مثلا زي المشمش والخوخ والبرقوق كل ده تقدر تزرعه فوق سطح بيتك اي انتو خلتوش حد نفسه بحاجة اه بالزبط كده خضر وموجود فكهة نباتات زينة نباتات عطرية طبية كله بالزبط كده ممكن يتزرع فوق سطح البيت اه بالزبط كده في حاجة مرض مهمة يعني انت مثلا كل فرض بيحتاج لمتر ونص مسطحات خضراء عشان يقدر يستمتع بهواء نقل نبص على مدينة زي القاهرة لو احنا عملنا تصوير جوي من فوق مشانلا اي حاجة خلص مسطحات خضراء صحيح كلها جبال اسمانتية فبالتالي الهواء اصلا ما بقاش نقل اه فاحنا لو عملنا الفكرة بشكل عام على مدينة زي مدينة القاهرة اول حاجة هنبقى شكلنا كويس قدام الناس في تصوير الجوي للعالم كله رقم اتنين هننتج غزائنا بنفسنا رقم ثلاثة هنزود نسبة الاكسجين هنخفض سنة اكسيد الكربون هنحافظها الصحة بشكل عام فالموضوع مشروع قومي فعلا يعني حاجة لازم تتنفذ هاي يعني انا شايفة الاهداف اللي بتكلم عنها طبعا انا مهمة جدا ازاي يعني يبقى شكل القاهرة من فوق شكل جمالي اه بالزبط كمان وكمان ان انا اكتفي ذاتيا بخضروات والفكهة وهيوفر لي في الامكانيات وهيساعد معي بشكل كبير جدا الجيران النهاردة بتوع البيت كله لما يبقى كل حاجة متوفرة متوفرة وموجودة فوق سطح البيت ده مهم البلكونة بتدخل معنا ولا السطح بس البلكونة اه نقدر نزرعها بالورقيات زي مثلا النعناع والكزبرة كل الورقيات بشكل عام نقدر نزرع بها البلكونة وكمان بنباتات الزينة زي الورد والزهور وهكذا جميل ندخل بقى في سطة البيت البسيطة هل يعني في حاجات مفروض ما ترميهاش ممكن تستخدم في السماد والكمبوزت للنزرع؟ بشكل عام كل المخلفات النباتية تقدر تحطها يعني مثلا اشر الموز اشر بورتقان وهكذا اي مخلفات نباتية عندها هتقدر تحطها في الكمبوزت وتسيبها فترة بفعل الكائنات الحياة الدقيقة هتتحلل وهتصبح سمات سمات وارغانيك كمان الشربت كمان بيدخل في الموضوع يعني في حاجات المفروض ان نسات البيت تاخد بالها منها ممكن تتعملها زي اعادة تدوير يعني انا لما دخلها النهاردة مع الكمبوزت للنبات هيساعد باسمات طبيعي بالزبط كده وما ربيتش حاجة وما هضرتش حاجة طبع طبع هاي شايف الفكرة دي شنت تنفذ محتاجة ايه الفكرة دي محتاجة ان احنا نغير الثقافة عند الناس وده اللي احنا بنعمله حاليا عن طريق ان احنا بنقدم عن طريق السوشيال ميديا ويه عن طريق يعني عن طريق ما شاء الله مصر الزراعية بنناشد بنقول بنناشد الناس انها تغير الثقافة عندها انها ما تخافش هو متخيل ان هو لما يزرع سطح بيته ان السطح حيبوس لا احنا حلنا المشاكل اللي بتواجهك وكمان هتقدر بقل التكاليف بالنظام اللي احنا عاملينه ان شاء الله ما فيش اي مشاكل تواجهنا ان شاء الله بأمر الله غير من مشكلة بس الثقافة عند الناس من الحاجات اللي واحدة يفكر فيها هو بيزع سطح بيته لك اول حاجة انا ممكن يبقى فيه قفات ممكن يكون فيه امراض للنبات ممكن يكون فيه حشرات عندنا القوارد عندنا الطيور عندنا حاجات كتيرة جدا ازاي بنحمي زراعات اللي فوق السطح من المشاكل دي هو اصلا بشكل عام يعني السطح بيتك او كل 90% من اسطح المصريين كلها مليانة كراكيب والكراكيب دي اصلا هي بيئة للقوارد والحشرات فبالتالي انت او رقم واحد لما تنظف سطح بيتك هيكون القوارد والحشرات هتروح يعني اتنين ان احنا اصلا بنستخدم المبيدات بتركيزات معينة علشان ان احنا بنحمي النبات المبيدات مش غلط بس الفكرة فيها الثقافة برضو عند المزارعين في درجة او في حاجة لازم نطلع عندها المنتج ما ينفعش نطلعه قبل المدة دي اسمها البي اتش اي ما ينفعش نطلع المنتج قبل درجة البي اتش اي دي قبل ما المبيد يتكسر يعني والياك وانا احنا رشينا مبيد كذا يقولك ما ينفعش نطلع المنتج غير بعد عشر تيام انت جيت طلعته مثلا بعد خمس تيام طبيعي انه هيدر الناس فرح مستمر قوي ومتبسط بيه عايزي هيدر الناس فانت لو التزمت بالبي اتش اي مع تخافف المبيدات مع بعض المستخلاصات الطبيعية اللي احنا برضو بننصحك بيها فبالتالي مش هتواجهك اي مشكلة ان شاء الله يعني لازم ادي والتزم بالتعليمات ودي كل حاجة وقتها وحقها بالزبط زي فكرة كده الواحد لما بيجي يمشي مع الدكتورة على المضاد الحيوي وعلى الادوية ويلاقي نفسه تحسن خلاص بقى وعايز يبطل مع انما يرفش انه ممكن يرجع تاني الفطر او البكتيري ده يرجع ينشط مرة تانية ويبقى اقوى من الاول اه طبعا فاحنا محتاجين نوعي الناس بالثقافة دي التزم بالشروط بتاعة السماد او بتاعة المبيد او ايا كان التفاصيل خاصة بالزراعة الاسطح لازم ببقى ملتزم بيا عشان اخد منتج اورجانيك او منتج صح مظبوط صحيح طبعا ايه الحاجات اللي شايف انه يعني اكتر بتنجح في الزراعة الاسطح الخضر بشكل عام ودي لكل بيت مصري بيحتاجها يعني الخيار الطماطم الفراولة الكنتالوب كل الورقيات بشكل عام الخاص طبعا خاص الكابوتشا وفلفل الوان كل الحاجات دي كلها بتنجح بشكل كويس جدا هل الواحد ممكن يعمل مشروع ويبقى كمان مشروع ربحي من الزراعة الاسطح اه بالزبط كده ولكن انت يعني مش هتزرع بقى اصناف كتير يعني انا لو بزرع الاكتفاء الزاتي بزرع مثلا شوية بتنجان على شوية طماطم على شوية فلفل وكذا لكن انت مثلا لو انت هتعمل مشروع استثماري فبالتالي لازم تزرع صنف واحد علشان الموضوع يكون معاك مجزي فتزرع صنف واحد وتبتدي تعمل عليه المعاملات المختلفة وهتطلع منه انتك كويس جدا وبيبقى اكتر من الارض اصلا لان احنا بنعمل تكسيف فوق السطح تكسيف اللي هو الزراعة الافقية او الرؤسية اه ممكن نعمل الزراعة الافقية وحتى لو هي على الارض زي اللي موجودة معنا اللي كانت موجودة معنا في الصور برضو بتنتج اكتر من الارض الطبيعي بتنتج اكتر اه طبعا يعني المعلومة دي مهمة جدا الناس اللي عندها فكرة ايه ده انا ما عنديش مساحة عشان اعمل مشروع ايه واكتفي ذاتي ايه وانا هيطلع لي قد ايه السطح ده ده بينتج اكتر من الارض اه بالزبط كده اه بس المهم ان انا استغلي المساحة ازاي اه اقدر استغلي المساحة وانفذ عليها بشكل يعني بشكل كويس واتبع الخطوات السليمة والموضوع هيكون معك الانتاب كويس جدا طيب انتو بتمشوا مع الشخص كل الخطوات يعني هو ده بس عايز يقوم بالفكرة من ايه وزاد يعني من اول خطوة لغاية اخر خطوة هل بتمشوا معاه في كل الخطوات بالضبط كده احنا بننفذ له المشروع من بدايته لحد بنتابع معاه طبعا بنتابع معاه بصفة دورية وبنبعت او بننزل معاه بننزل نبعت له مثلا مهندس يتابع معاه شوف الدنيا لو في عنده مشكلة وبندي له التوصيات بنتابع معاه طبعا التكلفة عشان تنفيذ زراعة اسطح بتبقى عالية يعني عشان نعمل شبكة ري وعشان اجيب تربة بشكل معين هل بتحتاج تكلفة عالية ولا ممكن امكانيات بسيطة لا انت ممكن تستغل اصلا يعني لو انت بعيدا عن التكلفة الكتير انت ممكن تستغل اي حاجة عندك وتزرع فيها يعني اي حاجة وتحط فيها تربة وهتبتدي تزرع ما فيش فاهم مشكلة لكن لو انت هتزرع بقى بنظام قصص وكياس زراعية وهكذا يعني بتكون التكلفة فرنج مثلا المتر المتر مثلا 60 جنيه في الحدود دي بس اه طبعا الحاجات بتكفيك على مدار 3 سنين يعني شبكة الراي القصص والطربة بتكفيك على مدار 3 سنين هاي وطبعا لو هعملها بالاكونة هيبقى نفس النظام او نفس الراي ونفس الطريقة ونفس الراي وكل نبات يعني هي بتختلف من كل نبات كل نبات ليه ليه طريقة ليه طريقة معينة في الراي او التسميد او حتى الامراض او الافات اللي بتصيبه فكل نبات بيختلف عن التاني شايف ايه اكتر المشاكل بتعوق نجاح زراعة اسطح المنازل اكتر المشاكل بالذات في مصر يعني احيانا اختلاف درجات الحرارة اختلاف درجات الحرارة ودي مش كلام مش بتواجهنا بس بتواجه العالم كله احنا منتكلمكم ناسا في قمة المناخ كوب 27 يعني اه بالضبط كده والثقافة طبعا يعني زي ما انا نوهت قبل كده ثقافة الزراعة الاسطح اصلا ما عندهم عندنا في مصر هي موجودة برا يعني في بعض دول اوروبا الفكرة دي كويسة يعني مستحداثة عندهم والناس عندها ثقافة وغالبا محدش اصلا مفيش سطحه كده بيسبوه لازم بيزرعوه حينا ممكن نوفر الله حلول اخرى يعني في اختراحات مثلا نعمل صوب نعمل مش عارف ايه يعني مشكلة المناخ دي ممكن نحلها بقطر مختلفة يعني الشتا والسيول والحرارة العالية احنا بنحلها بقى بالمحاصيل يعني بنلتزم بمواعيد الزراعة لو انتزمنا بمواعيد الزراعة تمام فبالتالي ما بيواجهناش اي مشكلة انا بتمنى ان كل الناس تفكروا وتغير فكرها وتغير وعيها وننشر فكرة زراعة الاسطح هتغير كتير جدا جدا مننا ومن مستقبالنا كمان اللي جاي بشكر المهندس الزراعي انس الجنيدي خبير زراعة اسطح نورتنا واتمنى كنا نحن نتكلم اكتر لكن اكيد مش هيكفي فقرة ولا اتنين محتاجين فقرات عشان نتكلم عن زراعة اكيد طبعا ان شاء الله وانحنا يعني برضو بننزل المدارس ومنوعي الاطفال بدور الزراعة والبيئة ونفذنا في المدارس ودور الايتام وان شاء الله في الفترات الجاية هننفذ اكتر واكتر بامر الله ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق وبشكر كل السادة مشاهدين اللي كانوا بتابعونا النهاردة الا ان نلقاكم في اللقاء جديد ونهار جديد وفريق عمل جديد استودعك واناية الله وامنه والنزل الاطفال دعا ودعا والسلام عليكم